تعالوا بقى نوقف قدام كلام أنا شايفه كلام مهم قالوا الرئيس السيسي في مؤتمر تنمية الأسرة المصرية هل الكلام اللي قالوا جديد على دماغنا؟ لا أنا شايفه قديم وشايفه كلنا بنعاني منه وأنا في البرنامج ده وأعوذ بالله من كلمة أنا عاد تتكلم في ده بنتكلم في إيه؟ إن إحنا ولادنا أول ما يقضوا سنوية عامة يروحوا هاجمين على كليات عملين يسجلوا ويدخلوا كلية أداب قسم تاريخ قسم مكتبات آه كليات إعلام يتخرج منها 3000 خارجيك سنويا أول ما ينزلوا سوق العمل يصدموا ليه بقى يصدموا؟ لأن سوق العمل مش بيحتاج التقصصات دي طيب نعمل إيه؟ وهنا المسئولية تقع على مين؟ هل تقع على الدولة؟ لأنها سايبة كليات نظرية مفتوحة لا يحتاجها سوق العمل؟ فنطالب بإن إحنا نقفلها خمس سنين وممكن تطلع عراء يقولك مفيش حاجة اسمها إغلاق كليات فنطالب على الأقل بتحجيم الأعداد لكن ما شفناش ده هل المسئولية تقع على الطالب اللي ما اكتهدش أنه يدخل كلية عملية؟ أو أنه لما دخل كلية نظرية ما طورش أدواته وعرف أن الوظيفة اللي كان أبوه ربنا يخلهله أو يرحمه إن كان مات كانت مقبولة من 40-50 سنة النهاردة مش هتمسي؟ كان يكفي من 40 سنة كده تقول أنا خليك تجارة كلية تجارة؟ وإحسان بقى لما تضيف عليها تجارة إنجليش النهاردة الكلام ده ما يقولش عيش في حاجات أساسية علشان تدخل سوق العمل أي أن كانت تخصوصك لازم تجد واحد لغة أجنبية واحدة على الأقل بس لو شاب اتقدم ومعه لغتين هيبقى له أولوية عندك اتنين تكنولوجيا المعلومات كل ما يتعلق بالإنترنت عليك أن تجيده مش إنترنت اللي هو الدخول على جوجل والبحث عن مواقع وأخبار لا الإنترنت عالم تاني كبير بكلم هنا على عالم التكنولوجيا هنا بكلم على تطوير المهارات هل إحنا بنعمل ده يعني القصة باختصار إن فيه 40 ألف و100 ألف خرين كلين تجارة سنويا بينزولوا السوق ما عندنا شركات تفتحت عشان تاخد كل دول محاسبين السوق مش محتاجهم زمان كانت الدول العربية والخليجية بعد ثورة النفط كانت لسه عندها قابلية إنها تستوعب أي مخرجات من الجامعات المصرية النهاردة هي جامعات الخليجية بتطلع نفس الولايات خلاص مش محتاجين حاجة من مصر فإحنا عمليين نترس كليات وشباب يعاني البطالة طيب الحل إن إحنا نتجه للتعليم الفن روح للتعليم الفن هتقابلك مشكلة الولد من دول يقولك لا أنا مدخلش تعليم الفن البت اللي بحبها في كلية تجارة ولا أداب ولا حقوه وإذا روح تتقدم لا أهلا يقولوا لا أنت تعليمك متواصل طيب ما تيجي إحنا طالما إحنا أمام مجتمع يعشق الشكليات ما تيجي نعدل المصطلحات الولد اللي داخل تعليم فني أختم له شاهدته إنها بكريوس مش إنت يا قبر واقف على المصطلح أنا كدولة يهمني إيه العائل دي تتعلم تعليم فني كل صورة ألمانيا ونهضتها تعليم فني تلاقي شركة عظيمة كده زي مارسيدس بي ام دابيو بدي لك أمثلة على الهوى يروحوا رايحين لمعهات فني متبنيين كل الطلبة اللي فيه يعودوا ثلاثة أيام في المعمل في المدرسة دي وتلاثة أيام في المصنع وأول ما يتخرجوا يشتغلوا في الشركة براتب محترم هو بعد ما بيشتغل عايز يدخل جامعة يدخل بس المجتمع ككل المجتمع الألماني مجتمع يعترف بالتعليم الفني يبقى أنت أول حاجة عايز اعتراف بالتعليم الفني هل كل شبابنا هيدخلوا علمي قال لي جابة لأ ثم هيدخلوا بعد كده كليات علمية طب وهندسة وكلام ده طب وهل خريت كلية الطب والهندسة وكلام ده بيلاقوا شكرا هيا دي أزمح هاي هقطع ونشوف الدقيقة و14 ثانية دول اللي الرئيس السيسي لخصها لازم ندور على حل يا أخوانا لأن ده مستقبل ابنه وابنك بلاش ندخل ولادنا مجاهل كده كليات ما أنزل الله بها من سلطان وسوء العمل مش عايزها بدليل لما أنت شاب جميل بيرفع علي سماعة بقول لي لو سمعت عايزك تتوسط لي في أي شركة اشتغل حضرتك خريج ايه يقول لي أداب جغرافي على عيني وعلى راسي علمي عايزينه آه بس عايزين كم واحد منه عشرة عشرين مية في السنة لكن مش عايزين تلات تلاف طب أنا لما هكلم صاحب مصنع ولا شركة هقول له معايا واحد خريج أداب جغرافي واللي هامل بي ايه ده ما الشركة يعني مكان يعني آلات يعني يعني إذن لا يوجد إقبال على ما هو نظري يبقى لازم أحول دماغ ولادنا يدخلوا تعليم فني عشان يدخل تعليم فني هتقابلنا مشكلتين التجنيد هيقعد في الجس سنتين والشهادة بتاعته مؤهل متوصل الحكومة تقدر تاخد قرار أن التعليم الفني يبقى باكريريوس وليسانس عشان نخلص بقى من الديلامة دي ويبقى يا عام خمس سنين بدل ثلاثة والجيش بتاعه يبقى سنة نقدر نعمل ده آه عشان المجتمع يتخول لخلية إنتاجية لكن ما تطلع ليش ناس عملين يزود فيها البطالة